تحكيم خصوصا لما تكون من إفريقيا ولكن النهاردة إن شاء الله إن شاء الله كابتن نصر يطمينه الصغير الخير يا كابتر ونوارنا تحت لك يا امن وتحت لكل مشاهدي كناتنى الأهلي في البداية بنقول يا رب كلنا بندع لنادي الأهليinnνοhir إن شاء الله ربنا يوفقه ويفرح كل جمعير المصري الموجودة في مصر وفي كل الوطن العربين إن شاء الله يا رب أمين يا رب ربنا كريم إن شاء الله كابتن متفاعل إن شاء الله بإذن الله الناد الأهلي فرحنا إن شاء الله جان جاك نادال الحكم الكون هو ولي لي وعليها كابتن معنا في الناد الأهلي لما احنا استرجعنا كده لعب تقريبا للناد الأهلي خمس مباريات ودي المباراة السادس خدنا مع الصبر الأفريقي الناد الأهلي والناد الرجاء خدناه بركلات الترجيح حكم 38 سنة كابتن عيمن دولي من 2013 بقى له 11 سنة في القائمة الدولية عادي أقولي أنه من حكام البروفيشنال تحدي فركب يعتمال عليه بشكل كبير جدا هو حكم يعتبر من الأفضل على مستوى الكارة كابتن عيمن هنا معنا الحكام كلها موجودة الكونغو وليسوتو وبروكينافاس وتشاد والجزائر وغانا ده ما فيش اتنين من بلد واحدة كلهم من التوليفة بالزبط كده خلي بالك ده نهائي وأي حكم من دول كابتن عيمن خلي بالك سجله التحكيمي لما يبيرعب نهائي مباراة نادل أهل النهاردة والتراجي دي بالنسبة له بتبقى حاجة جميلة جدا 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 هروح بس لجان جاك نادلة وهارجع لروح لأهم حاجة عندي هنا لحلو بن براهيم أو برهام بن لحلو الجزائري ده مهم جدا هنتكلم على الحكم الفيديو كابتن عيمن اللي هو حكم الفار هروح لجان جاك نادلة قلت لعب خمس مباراة نادل أهل كابتن عيمن مش هنتكلم في الموقات السابقة لكن آخر مباراة لعبها معنا اللي هي كانت في الدوري السوبر الأفريكي اللي هي كانت مبين نادل أهل وسيمبا هنا كانت على ملعب نادل أهل هنا هو جاك نادلة على اليمين وهنا الحكم الجزائري حكم الفارع على الشمال هذه المباراة لو تفتكر هارجع بس معاك لو تفتكر معايا النادل أهل تعدل واحد واحد بس كان هناك ركلة جزاء لصالح كهرباء وحفكرك بيها اللي هي كانت مع حرس المرمو لو تفتكر اللي كهرباء نجح في لعب الكرة والحارس راح متأخر قوي ملحقش يلعب فخات كهرباء بإهمال من قاعد كانت ركل جزاء واضحة جدا جدا هو الحكم على ما حسبش وكان الفارع كان موجود عادل زوراك المغربي ما جابوش في اللعبة داية هتكلمنا فيها كابتن عيما ولو تفتكر إحنا قلنا كهرباء قام لو تفتكر قام وراح شاف اللعب حارس المرمو وقومه وقلنا يمكن بس الله عليك برجاء والله عليك يعني الناس هنا جابت هذه اللعبة كانت مهمة أوي 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 خلي بالك حرزي لحالكة نايمان هنا كهرباء وصل للكرة ولعبها قبل حارس المرمو قبل حارس المرمو وإحنا بنتكلم في إيه من اللي نجح في لعب الكرة كان هنا كهرباء حارس المرمو هنا لما تلع تلع مقدرش وراح في التوقيت متأخر مظلو إيه اللي حصل استدم الكهرباء رح واخد كهرباء من الرجل من القدم من الساق من تحت كانت راكلة جزاء طبعا حكم هنا مش موجود كان هنا كان يجب أنها الفار هنا يجيب الحكم فيها دي حالة كانت من الحالات المهمة جدا دي كانت آخر مباراة لعبها جان جاك ندالة للنادي الأهلي هرجع لنادالة تالي كابتن أيمن هو حكم كويس يعني بطولهم أفروكية أدار ثلاث مباراة منهم مباراة في دور الست عشر على مستوى مصر أدار لنادي الأهلي وأدار لنادي الزمالك وأدار لهم منتخب مصر مباراة كتيرية جدا جدا النهاردة هو ما عندهش أي حجة حكم عنده خبرات حكم بقاله 11 سنة في القائمة الدولية حكم من تحت فريقيا حطه رقم 4 في البروفيشنال يعني هذا الحكم من الحكام المحترفين كابتن أيمن في القائمة الأفريقية النهاردة عنده الفار ملعب كويس إضاءة كويسة كل ظروف مهيئة النهاردة ينجح النهاردة كانت الخطأ مش مقبول سواء من الحكم أو من حكم الفار ده خلاصة جاك ندالة مش حكم مش وحش ولكن زي ما قلت إحنا لنا راكل الجزاء في مباراة سنبة أتمنى النهاردة أنه يكون قريب تمركزه عنده قراءة لعب خلي بالك في حكم هما جدا المعضي ما يعرفهاش هذه المباراة النهاردة كابتن مش تحكيم بس هذه المباراة النهاردة إدارة فنية وإدارة المباراة إزاي الحكم يدير هذه المباراة الصعبة ده ده المفروض يكون محضر نفسه كمان نفسيا قبل المباراة بالزبط هنا الإدارة أكتر من التحكيم يعني الإدارة النهاردة أنت تدير مباراة نهائي لابد أنك أنت يكون عندك وإنت عندك طبعا كده من الخبرات تدير المباراة تدير المباراة فيما لا تعرض مع القانون وفيما تعرض مع أنك أنت ما تحققش العدالة التحكمية أحيانا كمان بيتفرجوا على لايكة الفريتين دي قبل ما ياخدوا المباراة بالزبط يجيب أيمن ويوريه مباراة النادي الأهلي ويجيبه ويوريه مباراة النادي الترجي كا تاكم التحكم كله ويشوف هنا التاكتس بتاع الفريق يشوف الخطط اللعبة بتاعة النادي الأهلي يشوف بتاعة الترجي عشان يقدر أن هو كمان يتحرك فوق ميدان ك starters aç ويزي يتحرك الحكم ويزي يتوقع لعب الأهلي ويتوقع لعب الترجль هذا هو ده اسلوب التحكم الحديث كويس خليناть أسألك نقطة مهمة جدا كابت يفضل إن طاقم التحكيم اللي حيديرهم براه يكون لعب كذا متش مع بعض ويكون بينهم في تناسق وانسجام وتفاهم اللي احنا شايفينه النهاردة من كل بلد حكم تمام تحذر فيه طبعا كلامك بنسبة مليون في المية صح النهاردة كنت نعيمن لما بلعب مع طاقم التحكيم مثلا لو أنا طالع من مصر معي مثلا اتنين مشاعدين ومعي حكم رابع معي الفار ببقى طالع من الطاقم الأولي لإن احنا كلنا بنبقى لعبنا قبل كده مع بعض وفاهمين بعد وحافزين معه هو ده التحكيم ولكن النهاردة فيه أطكم في الاتحاد الفريكي يعني على سبيل المثال مصطفى غربار في المباراة اللي فادلت كان بيلعب مع مين اتنين من الكزائر كان بيلعب مع مقران مساعد رقم واحد وكان مع عباس زرهوني اللي هو المساعد رقم اتنين وهم دولة محطتهم الاتحاد الفريكي مع مصطفى على طول في المباراة اللي هي بيلعبها هيروحوا كاسعالم هما الاتنين مع مصطفى ولكن في بعض الحكام هتلاقي إيه الحكم كويس وما عندوش في دولته مساعد كويس فبيضطر ان هو يجيب له مساعد مثلا من دولة تانية وهكذا ما عندوش حد في الفار ما عندوش عندهمش حد بيطبق الفار فبيضطر ان هو يجيب الفار النهاردة من الجزائر وندانيل لاليا النهاردة مع الفار يعني بيجيب له يعني بيحاول يقتال له الأفضل ان هما يساعدوه في هذا البلاد نروح للجزائري آخر حاجة وهو الحكم الجزائري طبعا حكم من أفضل حكام القارة كابتن آيمن الحكم الجزائري لحر وبن ابرهام حكم الجزائري عنده خبرات كبيرة أوي 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 نجح في كل مباراة في البطول المفرقية اللعب كتير أوي 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 نحن نهاردة متطامنين ليه آه هو غرف الفار نهاردة غرف الفار متطامنين ليه وان شاء الله بإذن الله خير ان شاء الله زي ما قلت نهاردة التحكم حيبها كويس إن شاء الله والنادي الأهل النهاردة إن شاء الله كالعادة كالعادة إن شاء الله يفرد شخصيته ويفرد قراراته ويكون عنده الصابق والنهاردة يخلصنا من كل الهم ده كابت oit Innovation إن شاء الله أنا متفائل إن شاء الله ويا رب النهاردة نادي الأهل يفوز وكلنا نفرح كابتن وراء وفرح كلنا مصر كلها بإذن الله شكرا جزيلا يا كابتن ناصر شرفتنا ولينا القاء إن شاء الله بعد فوز الأهل إن شاء الله طبعا كابتن ناصر كلمنا عن طاقم تحكيم مباراة اليوم وأبدأ ارتياحية وإحنا بنبقى يعني محتاجينها قوي قبل المباراة خصوصا في المباراة اللي هي الحاسمة طاقم التحكيم الكابتن ناصر إداله يعني إشادة وكمان في حاجة اللي عين عليهم النهاردة في الماتش يمكن الكابتن ناصر تكلم عن إن بعض المباراة بيبقى فيه طاقم تحكيم لعب مع بعض وبل كده بيفضل أن هم يلعبوا الماتشات بتاعتهم مع بعض ولكن زي ما قال النهاردة المجموعة كلها مجموعة مميزة كان فيه حالة قبل كده لنا دالة معنا ولكن هو من الحكام المتميزين فالنقطة دي ريحنا فيها الكابتن ناصر شوي التاقم التحكيم كله بما فيهم غرفة الفار بإذن الله نتمنى لهم التوفيق نتمنى العدلة للفرقتين الفرقتين في مواجهة صعبة النهاردة وزي ما بقول لحضراتكم مواجهة لا تقبل قسمة على اتنين أبدا يمكن الكابتن ناصر قال لك لا تحتمل الخطأ هو قال لا تحتمل الخطأ من التحكيم ولا تحتمل الخطأ كمان اللي هو يعني يخليك تعد وتندم على الخطأ ده من اللعيبة إن شاء الله ما يحصلش أخطاء من لعيبة النادي الأهلي بإذن الله المكسب لعيبة النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم كلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي وفي جهازهم الفني وفي المسؤولين كلهم إن شاء الله النهاردة كلنا متفقلين النهاردة كلنا متفقلين القانين القانين وده عادي في المواجهات اللي زي دي عادي بيبقى فيه نوع من أنواع القلق ولكن البعض حذر قال لك أنا شايف نبرة بتقول لك يعني احنا متطمنين قوي والجماهير راح تفرح الجماهير راح تتفرج على النادي الأهلي وتتمتع بأداء النادي الأهلي وتفرح إن شاء الله بعد الماتش بمكسب النادي الأهلي خلصنا كلامنا نتكلم بقى فيه الكلام الفني اللي يخص الفرقتين وتشكيل الفرقتين مع جملة الكبار اللي حيشرفونا بعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعن كابتن قسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظرونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا